هذه أبرز العناوين بعد تعاقوده مع الهدف المغربي يوسف انصيري جوزي مورينيو يستهدف التعاقود مع النجم المنتخب المغربي جديد في هذا الصيف طارق السكشوي يتلقى خبرا صادما بخصوص تمانية لاعبين مهددين بالغياب عن المنتخب الأمريكي لهذا السبب رغم توجده في معسكر باييرن التدريبي النجم المغربي نصير مزراوي يخبر إدارة النادي البافاري برغبته في الانتقال إلى هذا الفريق لأول مرة في تاريخه النجم المغربي إبراهيم دياز يتوج بجائزة تاريخية بفضل المنتخب المغربي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب يحدى الدولي المغربي صفيانا مربط باهتمام العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خصوصا بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي مونشيسر يونيتد الإنجليزية وعدم رغبته في العودة إلى صفوف نادي فيورنتين الإيطالي وفقا لما أكدته المصادر الإعلامية في السياقة ووفقا للمصادر الإيطالية فإن جوزي مورينيو يستهدف التعاقد مع النجم المغربي صفيانا مربط وتعزيز خط وسط فريق فنربخش التركي باللعب المغربي استعدادا للموسم القادم أوضحت المصادر ذاتها أن الاتصالات جارية بين الأطراف المعنية مبرزا أن جوزي مورينيو من نفسه هو الذي يضغط من أجل حسم صفقة الدولي المغربي صفيانا مربط بعدما كان قد حاسم صفقة زميله في المنتخب نجم إشبيريا السابق يوصف انصري بات ثمانية لاعبين ضمن المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم مهددين بالغياب عن مباراة نصف نهائية الألعاب الأولمبيا في حال بلوغهم هذا الدور وسيحرم المنتخب الوطني المغربي من تمانية لاعبين في دور النصف في حال تلقيهما الإنذار التاني في اللقاء القادم أمام منتخب أمريكا برسم ربع نهائي المصابقة الأولمبيا وتلقى تمانية لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني المغربي الأولمبي يتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي صفيا رحيمي مونير المحمدي أمير ريتشاردسون بيلال خنوس وسكريا الوحدي أسامة العزوزي وإلياس أخماشا ويتساوى المنتخب المغربي في عدد الإنذارات مع المنتخب الفرنسي كأكثر المنتخبات الحائزة على بطاقات الصفراء في دور المجموعات أولمبيا لباريس 2024 ويخشى طريق السكشوي من هذا السيناريو المفاجئ إذ سيضرب الركائز الأساسية للمنتخب المغربي في حال تلقيهم الإنذارات ضد المنتخب الأمريكي غدا الجمعة أكدت المصادر الإحلامية رغبة الدولية المغربي نوسر مزراوي في الانتقال إلى نادي مرشيسر يونيتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك رغم توجده ضمن قائمة فريقه باير مونخ الألماني استعدادنا للموسم الكروي القادم نقلا عن الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو فإن تواجد اللاعب المغربي في قائمة باير مونخ الألماني التي تساعد للموسم الكروي المقبل بقيادة الإيطالة البلجيكي في نيسيت كومباني لم يغير من رغبة الدولية المغربي نوسر مزراوي في الالتحاق بصفوف الشياطين الحمر في هذا الصيف ذكر فابريزو رومانو أن نوسر مزراوي أخبار إدارة باير مونخ الألماني بنيته في الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى إدارة مونشيسر يونيتد بخصوص توصله لاتفاق شخصي مع النادي الإنجليزي في هذا الصيف ولفت صحفي الإيطالي إلى أن النادي البافاري منفتح بالفعل على إعطاء الضوء الأخضر لانتقال الظهير الأيمن المغربي نوسر مزراوي إلى إدارة مونشيسر يونيتد الإنجليزي وتبقى تفاصيل صغيرة فقط تحسم ملف انتقالها رشحت صحيفة إيصال إسبانيا الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ندري المضيد الإسباني لتتويج بجائزة الكرة الدهبية الإفريقية قالت المصادر ذاتها أن اختيار إبراهيم دياز الحمل قميس المغرب في المصابقات الإفريقية يرشحه بقوة لنيل جائزة الكرة الإفريقية خاصة وأنه حقق الموسم الماضي مع نادري المضيد الإسباني لقبي البطولة الإسبانية وأيضا دور أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإسباني أكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب المغربي إبراهيم دياز بإمكانه التتويج بهذه الجائزة هذا الموسم نظرا لما قدمه في إسبانيا وأوروبا ومن المرجح أن يريثها من متوج بها السنة الماضية نيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالية في السياق ذاته أشارت إيس إلى أن إبراهيم دياز سيكون ضمن اللاعبين المعول عليهم الموسم المقبل في تشكيلة الإيطالي كارلوان شيلوتي واللاعب يبدل جهدا كبيرا في التحضيرات خاصة على المستوى البدني مبرزا أنه سيكون قيمة مضافة في الفريق بحكم ما يمتلكه من قدرات ومؤهلات تسمح له بذلك استدعي إبراهيم دياز لعب المنتخب المغربي لصفوف وصود الأطلس أول مرة في شهر مارس من السنة الجارية لخوض مبارتين وديتين أمام أونغولا وأموريطانيا لقيادة المدرب بوليد الرجرغي بعدما فضل أن يدفع عن ألوان أصول الأطلس بسبب تجاوله من قبل الاتحاد الإسباني وأشارك دياز في 45 مباراة الموسم الأخير مع ريا مضريدة سجل فيها 12 هدفا وصنع 9 ميرات حاسمة كما أن عقد النجم المغربي مع ريا مضريدة يمتد إلى غاية 30 يونيو 2027 إنهزم المنتخب الوطني لكرة القدم الطائرة الشاطئية الرجالة اليوم الخميس في ثلاث مباراة له بعد ثوالي بأولمبياد باريس 2024 أمام نظره الكوبي بنتجة مجموعتين لصفر بواقع 21 لـ 14 21 لـ 14 يمتل المغرب في دورة باريس كلمن محمد عبيش وزهير الكروي حيث يلعب المنتخب الوطني لكرة الشاطئية في المجموعة الرابعة وكان المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية قد انهزم في المباراة الأولى أمام نظره البرازيلي بواقع مجموعتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر